للمرة الثانية انهيار جزء التربة حول بقرة طفل المغربي ريان الخبر طبعا اوجع قلوبنا جميعا انه بقى عاجل باقاف الحفر بسبب حدوث انهيار جزء التربة حول البقرة العالج بالطفل المغربي ريان للمرة الثانية على التوالي ولكن الهبوط المراضي قرب البقر بالله عليكم كسفوا الدعاء كسفوا الدعاء كسفوا الدعاء مش ينجيه قال لربنا سبحانه وتعالى ثم دعاءنا جميعا توقفت اعمال الحفر مجددا حول البقرة العالج برايان بسبب انهيار جزء للتربة وتم التأكيد ان عمليات الحفر والهنيار الجزء بعيد عن البقر وهذا ما صرحت به قناة العربية وكانت الجرفات استأنفت اشغاليها على امل انقاذ الطفل ريان الذي سقط في البقر ريان الذي اوجع قلوب العالم اجمع نسأل الله العظيم ان يخرجه سالم غانم اللهم يا من اخرجت يوسف من البقر ويا من اخرجت يونس من بطن الحوت ويا من بشرت ابراهيم باسحاق ويعقوب اللهم بشرنا بخروج الطفل ريان سالم غانم يا رب اليوم يبنى ينفحونا اهلو اللهم امين يا رب